اشتركوا في القناة وهو مساعد رئيسي في اللحام ده الإلفونية جماعة العنصر الأساسي لمساعد اللحام كنا بنستخدمها زمان بالطريقة دي على شهيئة الحجر ده نحط الكوية فيها فيسيح ويتم اختلاطها بالأصدير أثناء اللحام وتقوم باللحام أو تساعد في الأصدير يسيح لو فيه أي حاجة غير طبيعية على الأصدير شوائب في قزرات الطراب بتستبعد الحاجات دي ويتم اللحام ويكون اللحام جيد طريقة عمل الفلاكسي هنقول لها لكم كده وفي مادة جديدة هنضيفها وأقول لكم عليها في وقتها هنطحن كده يا جماعة زم احنا شايفين هي مادة هشة رغم ان هي شكلها جامد كده إلا انها مادة هشة نطحنها جامد نقوم بطحنها جامد على هيئة بودرة يا جماعة على قد ما نقدر نخليها نعمة جدا زي ما احنا شايفين كده بحاجة بأي أداء أو نحطها في الخلاط لو احنا هنعمل حاجة كمية كبيرة مثلا يعني زي بطرامان كبير مثلا وننشيله عندنا للاستخدام هيقعد عندنا سنين يعني أنا كنت بجيب واحدة في حجم الصغارة دي في حجم الكنزي الجزء من الكنزي ده يعني قعدت عندي فترة كبيرة أول جيت أروح يا جماعة دلوقتي موجود في السوق حتة صغيرة كده على قد عقلة الصباع أو عقلتين الصباع ويقولك بخمسة جنيه فاستفزتني الحكاية دي الاحتراح جايب الحتة دي كلها بخمسة جنيه يا جماعة وجبت ملح موالح ملح لامون اهو زي الملح تقريبا وحطناه كده بنفس الكمية وده برضو يا جماعة ده بينظف الكوية بينظف أي قذرات لأن فيه مادة حمضية موالح يا جماعة فبتنظف بتنظف أي حاجة حمضية أي حاجة الحمض بيأثر فيها فبتنظف الكوية بتنظف المكان اللي هنلحمه بعد كده يا جماعة هنجيب فوزلين ما عندناش فوزلين ده بالنسبة للفلاكس الجامد ده أو الدهني أو ممكن بعد ممكن بالجلسرين ده لو هنعمله سائل نحط كده يا جماعة طبعا فيه ناس بتحط يا جماعة للأسف الشمع بس أنا مفضلش الشمع لأن طبعا بيقولك الشمع أرخص بس أنا الفوزلين أحسن يا جماعة الفوزلين برضو بيخليش حاجة تصدي يعني مفيد من جهة تانية يعني لو حطنا بنلحم حديد يعني حاجة كده قابلة للصدى ده بيحط طبع عليه فما بيصديش المهم كده هنسيح الفوزلين ده يا جماعة مع الألفونية زي ما احنا شايفين بأي مادة تسخين طبعا اللي جنبي أولاعة هجيب حاجة تانية يا جماعة أسرع وأحسن كمان شوية من الولاعة أهي هجيبها أجيب يا جماعة إيه طبعا هنحاول نخلطها الأول كده عشان تندمج كلها بنسب متساوية هنكمل كده بالولاعة طبعا الولاعة مش هتكدي معايا قوي يعني فهغير الوضع شفتوا يا جماعة بدأت تندمج أهو بس برضو الولاعة مش هتقدر تستمر تسخى لفترة كبيرة فهجيب الكوية يا جماعة كده وهغمزها فيها أهو كده هتقوم بالتسيحة واندماجه كله مع بعضه أهو كده يا جماعة أسرع طبعا لو عندك حاجة بتعرف تخطها على نار على شم على أي مصدر كهرباء على أي مصدر يعني حرارة عشان تندمج وتسيح والملح يسيح برضو إن الملح برضو عايز يسيح ولازم ممكن كان يتطحن برضو نحطه مع الفلاكس يتطحن مع الألفون يتطحن بشكل ناعم عشان ما يبقاش في برضو حتة محببة المهم هنطحن كده جامد وكده يا جماعة عملناه هو هنسيبها بقى فترة عشان تتماسك مع بعض وتبرد هيا يا جماعة بيتعامل زي المرهم كده أو مادة دهنية أو السمنة ودي ناخد منها أجزاء ونحطها على اللحام وإن شاء الله يلحم فيه طريق ثاني يا جماعة الفلاكسين السايل برضو يا جماعة العنصر الأساسي فيه وهو الألفونية طبعا عشان تدوب في مادة عشان تدوب وتبقى سائل لازم نحط لها مادة سايلة طبعا فيه عدة مواد أشهرها أو أحسنها الكحول لأن الكحول يا جماعة ما بيعودش ثم البنزين بيطير زي ما احنا بنقول في مصر كده يعني بيطير من مكانه بس العنصر الأساسي برضو هنا يا جماعة الألفونية ممكن نحط لها برضو ملح موالح كنوع برضو من تجويد السايل ده أو الفلاكس السايل ده نحط ملح لمون بعد كده نجيب بقى إيه الملح علشان يندمجوا ويبقوا سائلية ما يتكونوش تاني جوه الزجاجة دي طبعا أنا كده غلطت هنا هي ملح ملح لامون يا جماعة مش موالح ملح لامون ملح لامون هنا هنحط ملح لامون وزي ما قلناك كده بينظف بيقوم بتنظيف الحاجات المصدية أو الحاجات الدهنية يعني بيأكل عامل زمات النار ممكن نعتبر زمات النار بيساعي في تنظيف الكوية عشان تقوم باللحام وده أحد أساسيات اللحام الجيد أصدير جيد سن كوية نظيف معلوش أي حاجة طريقة استخدامه زي ما احنا شايفين كده يا جماعة خلاص عاملنا اهو بنغمز مثلا السلكة أو بنحطه بفرشة أو بأي حاجة على مكان اهو كده شفت الأصدير سحبة عامل زي الميا لأن بيقابلنا ساعات في الأجهزة أجهزة ما تفتحتش أو بقى لعشرين تلاتين سنة تلاقي الأصدير بتاعها تحول لحديد نسبة المساعد اللحام فيه بقتت مفهاش تقريبا كله أصدير وأصدير كله شوائب ما بيسيحش بسهولة طبعا أما بنجيب المادة دي بيقوم بتسيح ما شاء الله يعني عليها صدى كتير إلا أن الفلاكس ده يا جماعة بينظف ويساعد في تنظيف الكوية أثناء اللحام أو كده سواء إحنا نعمل بالكوية أو الأصدير نضيف له أو نضيف للبوردة دي مثلا بفرشة أو بقوطنة بعض الفلاكس ده المهم يختلط بالأصدير عشان ينسيح طبعا السايل طريقة استخدام السايل طبعا لنحط كده لو في مثلا أيسي عايزين نفكها بنطلق شوية عليها أو إن احنا نعملها بودانة أو بقوطنة أهو شفت يا جماعة أهو كله كده ساح أهبص كله يا جماعة بصوا الأصدير كله ساح أطري أهو برضو ده ده ترانس طبعا بيبقى عليه خلفية حديد بيبقى محتاج لنار أكتر بص يا جماعة ساح أهو أهو ما بياخد اللمعة دي تعرف إن هو بدأ يسيح ممكن يستخدامه بودانة معانا فورشة الفيعة كده برضو ونقفل تاني عشان طبعا المادة ما اضطرش اللي هو إن كان البنزين أو الكحول واسبكه معه التجربة الفريدة ديك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر